أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة اللاسويس عبور سفينة الغط الحاملة للكراكة الجديدة مهابة مميش متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة وأكد رئيس الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مشدي الهيئة وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة على وتنعلى المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة كما كشف عن تعويم الكرارة الجديدة غدا والتي تعد أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط اشتركوا في القناة